اتهمت جهاد الاستفادة من عدم تفعيل القرار الجمارك تتبرأ من استمرار حظر دخول منتجات مصرية للبلاد في تفاصيل هذا الخبر اتهمت هيئة الجمارك جهات لم تسمها بالاستفادة من سريان حظر دخول بعض السلع المصرية للبلاد في وقت شك فيه عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع من استمرار حظر دخول السلع المصرية إلى البلاد رغم صدور قرار رئيس الجمهورية بدخول سلع مصرية تم منعها في السابق ووفقا لمحددات فنية وصحية قال صاحب مجموعة مصانع أحمد الزعيم في ندوة ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولي أمس إن لديهم خطوط الانتاج لماكنات أمريكية ألمانية وإيطالية في مصانع متعطلة وغير قادرة على التشغيل نتيجة للحظر المفروض على المنتجات المصرية وأشار إلى أن مصانعهم تعتمد على منتجات تأتي من مصر ونوها إلى أن عدم تفعيل القرار الرئاسي في هذا الشأن عطل العمل تماما ترجمة نانسي قنقر